وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحرير سيناء كان تحريراً للكرامة المصرية وانتصاراً لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والتنفيذ وفي كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحية تقدير وإجلال إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحربي والسلام إن تحرير سيناء كان تحريراً للكرامة المصرية وانتصاراً لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ في هذا اليوم نتوجه بتحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة وفي أحلك الأيام ظلمة ففقوا الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية